تسببت السياسات الخاطئة التي انتهجتها حكومات الاحتلال المتعاقبة في ترد الواقع المعيشي للمواطن العراقي بصورة عام وأهالي محافظة ديالة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في نسبة الفقر والبطالة بصورة خاصة معدلات الفقر في المحافظة ارتفعت بصورة كبيرة لسيما في المناطق التي تمت استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة في الوقت الذي انعدمت فيه البرامج الحكومية الجدية لدعم الفقراء مجلس محافظة ديالة قر بأن معدلات الفقر والعوز المادي في المناطق المستعادة في المحافظة بلغت معدلات حريجة للغاية حيث تحدثت المؤشرات عن وجود أربع عوائل من أصل عشر في حالة فقر حاد رئيس مجلس محافظة ديالة علي الديني قال إن الحكومة تجاهلت أكثر من أربعين فرصة استثمارية داخل المحافظة في مؤتمر الكويت للمانحين كان من شأنها تقليل معدلات الفقر في المحافظة الوضع الاقتصادي المتدني وزيادة نسب الفقر في المحافظة عملت على بروز العديد من المشاكل المجتمعية في المحافظة مثل الانتحار وزيادة أعداد الأرامل والأيتام فقد كانت لجنة الصحة في مجلس ديالة قد ذكرت في وقت سابق أن المحافظة سجلت 63 محاولة انتحار خلال العام 2017 مطالبة بضرورة تدخل الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة أما أعداد الأرامل في المحافظة فقد دقت ناقوس الخطر بوصولها لما يقرب من 50 ألف أرمالة محرومة من الحقوق التقاعدية منذ السنوات دون معرفة الأسباب أسباب كثيرة ومختلفة عملت على ارتفاع معدلات الفقر في محافظة ديالة إلا أن ما يتفق عليه من خلال ما ذكره وأن الإهمال الحكومي هو السبب الرئيس في زيادة تلك المعدلات ووصولها إلى نسب عالية تدل على حجم الكارثة الإنسانية هناك